المحكمة الدستورية في مالي تدعو لمراجعة مشروع تعديل الدستوري المقدم للاستفتاء وإدخال تعديلات عليه قبل تقديمه من جديد لبرلمان من أجل المصادقات عليه قبل أن يقدم للاستفتاء الشعبي وقالت المحكمة الدستورية إن مشروع التعديل الدستوري تضمن بعض الثغرات من بينها عدم تحديد مؤمورية ذلث أعضاء مجلس الشيخ الذين يعينهم رئيس الجمهورية في حين تم تحديد مؤمورية الثلثين الذين ينتخبان بطريقة عامة غير مباشرة لمدة خمس سنوات قابلة لتجديد ويثير موضوع تعديل دستوري 2991 جدلا متزايدا في مالي حيث ترفضه المعارضة وتعتبر أن الهدف منه توسيع صلاحيات الرئيس وقد انخرطت عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تكتلات مناهضة للتعديل من بينها حراك لا تلمس دستوري وطفح الكيل الرئيس المالي إبراهيم بكر كيتا قال في أحدث تصريح له إن التعديل الدستوري يعتبر قرارا لا رجعة فيه وإن البعض يبارض بخصوصه إذ ليس هناك ما يمنع إجراءه جاء ذلك قبل قرار المحكمة دستورية وقالت المعارضة إن الرئيس كان على طلاع بقرارها من ذي قبل بل إنها أشارت لا أنه هو من أشار إليها بذلك وكانت الحكومة المالية قد أعلنت تأجيل موعد الستاء الشعبي الذي كان مقررا في التاسع من شهر يوليو الجري ولم تحدد بعد موعدا معجنا فيما تواصل المعارضة الخروج إلى الشارع تأكيدا لرفضها المساس بالدستور حيث ترى أن تعديله لا يشكل أولوية لدى الماليين اليوم الذين يريدون من يؤمنهم من خوف ويضمن لهم الاستقرار والوحدة